متابعين أهلا بكم في قراءة لأبرز أخبار العالم والملكة العربية السعودية لهذا اليوم الثلاثاء في 16 يناير كانون الثاني من العام 2014 بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة نداء الوطن والتي عنوانت الخماسية لتجنيب لبنان الحرب وعشائك لمونسو صلطة ولدسم فمع عودة سفير الملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري إلى مزاولة عملها أعدت هذه العودة تحريك المسارات الدبلوماسية المرتبطة بالاستعصاءات اللبنانية وأبرزها الاستعصاء الرئاسي وفي الوقت نفسه فقد علمت صحيفة نداء الوطن من مصدر واسع الاطلاع أن حركة البخاري هدفه الأساسي الدفع إلى تحصين الوضع اللبناني والتأكيد على المضلة العربية والدولية التي لا تريد انزلاق لبنان إلى أزمات خطيرة أو حرب لا أحد يعلم نتائجها أو تداعياتها المدمرة هذا وقال المصدر أن عودة البخاري تستبق الاجتماع المرتقب للجنة الخماسية العربية والدولية الذي يرجح عقده خلال الأسبوعين المقبلين في جدة وسيكون منطلقا لعودة المفد الرئاسي الفرنسي جانيف جودريان إلى بيروت للعمل مجددا على تشجيع الحوارات الثنائية لتأمين تقاطعا وطني واسع على كيفية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من نداء الوطن سوف ننتقل الآن إلى الخليج أونلاين بتصميم غير مسبوق السعودية تنشئ ملعبا على قمة جبل فقد أعلنت إدارة شركة القضية للإثمار السعودية عن إطلاق الاستاذ الرئيسي الجديد الذي سيحمل اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسيكون هذا الاستاذ الجديد واحدا من أبرز الملاعب في العالم وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعددة الاستخدامات ويتميز هذا المشروع بتصميمه الاستثنائي وميزاته التقنية الفريدة وسيسهم في تعزيز فلسفة القضية المتمثلة في قوة اللعب التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث التصميم المبتكر سيسمح باستخدامه في أغراض متعددة حيث يمكن تحويل أرضية هذا الاستاذ بالكامل وفي غضون ساعات إلى ساحة مهيئة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية مثل الملاكمة والفنون القطالية المختلطة وبطولات رياضات الإلكترونية والمعارض والحفلات المصدقية الكبرى هذا وأشارت القضية إلى أن المشروع الجديد فيمثل محطة مهمة في مسيرة تحقيق المستهدفات رؤية السعودية وإلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت إذاك تفتتح أول محطات شحن المركبات الكهربائية في السعودية فقد افتتحت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية إذاك المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة السعودية والشركة السعودية للكهرباء أول محطة لشحن المركبات الكهربائية في العاصمة الرياض ويضم الموقع الجديد شاحنتين أو شاحنين سريعين متطورين مما سيوفر شحنا عالي الطاقة مجانا لمستخدم السيارات الكهربائية ويعد الانتشار لهذه التقنية الأول من نوعه في السوق السعودية هذا وقال الرئيس التنفيذي لإذاك أن الشركات تهدف بحلول 20-30 إلى توفير المحطات الكهربائية في جميع مدن المملكة والطرق السريعة وسيتم البدء بتدشين ألف موقع للشحن الكهربائي يشار إلى أن أطلاق شركة إذاك للمحطة الجديدة يتماشى مع استراتيجية صندوق الإستثمارات العامة لتوسيع قدوات السعودية في قطاع السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في هذا المجال تحديدا مع هذا الخبر نأتي إلى ختام هذه الجولة على أبرز أخبار العالم والمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نلقاكم غدا إلى اللقاء